أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرارها في تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة في مرحلتين لبكر اليوس والدراسات العليا من خلال كافة الجامعات وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور أن مصر لا تتدخر جهدا لدعم الأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق التنمية والنهضة لجميع دول القارة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الإفريقي وجميع الدول الإفريقية في جميع المجالات وأوضح أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف